مرحبا بكم في نشرتنا الجوية 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 بقافسة 16 دهران 28 بيكبلي بقابس 25 وببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربا نتوقع تزيل 13 دهران 28 بمدين 16 بتطوين و28 برمدى بالنسبة للميحة والسيد البحري بسوحنة شمالية منطقة السيرات وخليصون سريح تكون من قطاع الغربي ثم تتجه إلى شمالية سرعتها من 15 إلى 20 عقدة تتراجع تدريجيا إلى مستوى 5 15 عقدة بحيث يكون متموج إلى قليل الاضطراب بخليص حمات بجزيرة الساحل وصولا لمنطقة الشابة ريحت تكون من قطاع الغربي ثم تتجه إلى جنوبية شرقية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة تتراجع إلى مستوى 5 15 عقدة وبحيث يكون مضطرب إلى قليل الاضطراب وبخليص جابس ريحت تكون جنوبية شرقية سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تصل مساء إلى مستوى 5 15 25 بحر متموج إلى مضطرب بسوحل اسفاقس جابس ومدين كل عادة قد ما يكون فكرة حول حالة التقس ببعض المدون والعواصم العربية والأوروبية سحب كثيفة بنواكشوت مجموعة من صحاب العبر بالدر البيضاء سماية تكون صافية بلزائر 29 درجة 22 بترابلوس استمرار حرارة في مستوى نصبيا مرتفعة بالخرطوم 40 بالقهرة نتوقع سعودة إلى مستوى 37 درجة بالبيقاء المقدسة بالمدينة المنورة 36 ظهران 38 بمكة المكرمة سحب قليلة بدوحة 31 28 بأبوذبي 29 بمسقط سماية تكون صافية بالكويت 32 ببغداد وبشرق الأوسط تقسيكون صافي إلى قليل سحب 27 كحرارة قصوة ببيروت 30 بدمشق 28 درجة بالقود مؤشرات أمطار متفارقة بإسنبول 17 درجة وبأوروبا برومى استمرار نزول الأمطار مع حرارة قصوة في حدود 17-15 ببيانا سحب كثيفة ببيرلين بعد سحب العبر بامستردام ببروكسل لندن جونيفو بريس 19 في مرسيليا وبشبه الجزيرة الأيبيرية قد نسجلوا 24 في مدريد و25 بلشبونة تطور وضع الجوي خلال الأيامات القليلة القادمة أجواء مغيمة جزئيا بالشمال بالوسط قارئة أصحب خلال يوم الأربعة تنقل التائرات الهوئية التي تكون من قطاع الشرقي نشطة نسبيا قرب سواحل وضعيفة لموتد لدخل البلاد بحركون عامة متموج ودرجات حرارة قصوة تتراح من بين 21-26 درجة بالشمال بالمرتفعات وبالمناطق السحلية ويتكون من بي 28 إلى 32 ببقية الجهات تصل إلى 36 بالبرمة وببرج الخضر خلال يوم الخميس ظهور مجموعة من أصحاب المرتفع على كاملة البلاد استمرار تدفق طائرات هوئية من قطاع الشرقي تبقى نشطة نسبيا قرب سواحل وضعيفة لموتد لدخل البلاد البحر يكون مضطرب بخليج جابس متموج ببقية المجالات البحرية ودرجة حرارة قد تعرف ارتفاطها في عدد من الولايات معيدة الأمساك والأفتار بمدينة تونس وما جورها اليوم الغد الأمساك يكون في الساعة رابعة إلا دقيقة والأفتار في الساعة السابعة إلا دقيقة لمزيد من المعلومات والأرشادات تنذكركم بطرق الاتصال وتواصل بالمهد الوطني لرس الجوي موقع الويب رقم الموزع الصوتي نجم تتفعل معنا أيضا من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهد أوقات الصلاة بمدينة تونس وما جورها اليوم الغد سالة صبح بداية من الرابعة وتسعة دقائق دور منتصف نار وستعة عشرين دقيقة ساعة العسر في الساعة رابعة دقيقة ساعة المغرب في الساعة سادسة وتسعة وخمسين دقيقة وساعة العشاء بن الله في الساعة ثمينة وتسعة عشرين دقيقة هكذا يكون سنة الخاتمة تنشرتنا ختاما شكرا على حسن متابعة الاهتمام إلى اللقاء